اشتركوا في القناة في زمن اعلاميات ما نحتاجه في درسنا هذا ان شاء الله هو برنامج موفي مايكر وهو برنامج لا نحتاج للتثبيته فهو يكون نظاميا مع نسخة اي نسخة من ويندوز اكس بي اذا نذهب الى قائمة ابدأ دماغي ثم نبحث دولي بروغرام نبحث على البرنامج موفي مايكر وهو كما تشاهدون ويندوز موفي مايكر نضغط عليه افتح البرنامج فالبرنامج كما تلاحظون احتوي على قائمة فيها مجموعة من الادوات التي تمكننا من التعديل والاضافات التي نقوم بها الفيديو مثلا لدينا مجموعة من الصور نقوم بتحديد هذه الصور ثم نضغط على انبوتي لكي استوردها لداخل البرنامج نقوم بتحديد كل الصور التي نضغطها في البرنامج نقوم بجرها نقوم بجرها هكذا لأسفل البرنامج كي تصبح معدة مهيئة لإنشاء الفيديو الآن يلزمنا إضافة الصوت لهذا الفيديو نقوم بالضغط على المنزل هذا المنزل نقوم نقوم بوضع المنزل الصوتي في الفيديو المنزل الصوتي حجمه مدته أطول من الصور نقوم مثلا بتقطيع الصوت لكي يكون مناسبا مع الصور نضغط على هذا الرمز فكما تلاحظون قد قسم المنزل الصوتي إلى جزئين نقوم الآن ب بلغة الجزء الثاني الآن يلزمنا إضافة بعض إضافة على الفيديو نقوم بالضغط هنا على مودي في الفيديو نختار على القسم الثالث أو نقوم بالضغط نقوم بالضغط نقوم بالضغط بحاجم الخط أو خلفية الخط مودي في البوليس إلى تغير حجم كبير حجم أو تصغير حجم الخط نختار مثلا ثم Arabic Transparent نغير خلفية مثلا هذه الخلفية ثم نضغط على موافق أوك ثم نضغط بعد ذلك أجد أن تضغط على فيديو إذن كما تلاحظون قد تم إضافة متابع إلى الفيديو وقوم مثلا بتمديد تمديد هذه المقدمة مقدمة الفيديو مقدمة لست أنسى الأحباب ما تبت خي لأن موال هو لست أنسى الأحباب ننترمين لست أنسى الأحباب ما تبت خي مدنى أولد نوا مكانا قصيا موال وبنفس الطريقة نقوم بإضافة مثلا في أخير أو تعليق في أخير الفيديو أو وساطة الفيديو جينيريك أجدي 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 الفيديو مثلا مثلا نقوم بالتغيير خلفية خلفية الكتابة أجدي 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 أن تصغل فيديو أضغط على إضافة تدل الفيديو كي يظهر في آخر هالفيديو أن نسقط تم إضافة من بعد الانتهاء من الفيديو الآن سنقوم بتسجيل هذا الفيديو في آخر خطوة نختار من هذه القائمة من الفيديو ونرجط سيامون هذا الفيديو على حاسب إذا نضع عنوان مثلي الفيديو ونختار مكان وضع هذا الفيديو مثلا نختار مكتب فيه ثم نضغط على ثم 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 ننتظر حتى يتم التحميل بعد نهاية الفيديو نضغط على بعد ترميني نشاهد الفيديو في مسخة نهائية هكذا نكون قد أنا هنا إن شاء الفيديو وبنفس الطريقة يمكننا أن نصنع ما شئنا من الفيديوهات نشاهد 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 نشاهد